عايزة اسألك بقى حاجة مهمة انت محاصر بالمعجبات في كل حتة؟ حمد لله جيهان ازاي بتتعامل مع الموضوع ده؟ وعايزة اكت لو تفاكر كده اي موقف حاصل مع معجبة؟ موقف كوميدي؟ موقف مش كوميدي؟ كوميدي؟ جيهان تتحمل يعني ما عندهاش عداوة مع المعجبات لا بل بالعكس من اول يوم انا يعني جوزتها قلت لها دول هتحبيهم زي ما انا بحبهم وزي ما هم بحبوني ودول سكرت حفاظ على الدمع بعض لانا مش هنوصل اليوم يعني تخيريني بينك وبينهم فلازم يكونوا اصحابك وحبيبك زي ما هم اصحابي وحبيبي وده ملوش علاقة يعني مش هيأثر على العلاقة الزوجية ولا على وجود جيهان في حياتي يعني مش هي الحاجز ده محدش هيخترقوه لكن الحاجة الكوميديه جيهان بتتحمل كتير مرة كنا قاعدين بنحضر فاكر كنا قاعدين في ايج عبيلي احضر مبارات كأس العالم النهائية للفتبول باحدة الفنادق كنت كايد اوف فرايفيت وبعدين في واحدة جات واخترقت مش عارف دخلت بين السيكوريتي ووصلتلي كده ورميت نفسها علي فراحة جيهان لأول مرة في حياتها مسكايا كده ورميان ورا فافضلنا كل اللي قاعدين انه نشوف جيهان جيهان مختلفة على اللي منعرفه والله العظيم انا سعيد انك عملتي برضو كده لانه كانت يعني تخطط حدودها كتير زيادة شوية لكن جيهان هي الحب الكبير زيادة كتير جيهان هي الحب الكبير طبعا هي الحب الكبير احنا نوجه لها كل تحياتنا من هنا من مصر وهي عارفة انه احنا كمانكم مصريين بلحبها جدا